مساء الخير بحمد الله هطلت زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات نهار اليوم أيضا سادت أجواء باردة في العاصمة عمان سجلت العظمى 15 درجة مئوية حاليا تسود أجواء باردة الحرارة تقريبا 13 درجة مئوية أعلى بقرير والأجواء غائمة بشكل جزئي نوعا ما الرياح النشطة سرعتها تقريبا تصل إلى 19 كم في الساعة وهذه الرياح رياح جنوبية غربية هذه الليلة طبعا تتراجع درجات الحرارة تستقر في العاصمة عمان إلى 10 درجات مئوية درجة الحرارة الصغرى أجواء بالعموم باردة أجواء غائمة بشكل جزئي مع احتمال لزخات من الأمطار هذه الأمطار تكون واضحة أكثر هذه الليلة في أقصى المناطق الشمالية وتزداد سرعة الرياح تصل إلى 20 كم في الساعة خلال ساعات نهار الغد بالعموم تبقى الأجواء باردة العظمى المتوقعة في العاصمة تقريبا 15 درجة مئوية رياح نشطة خلال ساعات النهار تثير غبار وأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ولكن من بعد الظهر تعبر المملكة كتلة هوائية باردة أو جبهة هوائية باردة تتحول الأجواء لتصبح باردة أكثر تتراجع طبعا درجات الحرارة والأجواء تصبح عاصفة نتوقع أيضا فترة المساء أن يكون هناك تساقط للأمطار إن شاء الله أحيانا يرافق هذه الأمطار تساقط للبرد أيضا حدوث الرعد ولكن بشكل تدريجي ابتداء من المناطق إن شاء الله الشمالية حتى ممكن أن تصل إلى المناطق المرتفعة الجبالية الجنوبية بالعموم رياح نشطة غدا تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة وتبقى رياح جنوبية غربية نستعرض درجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد أبدأ من المناطق الشمالية في إربد 10 درجات الليلة المفرق 7 درجات جرش 12 في الصلط 9 درجات غدا في الصلط 15 في جرش 17 المفرق 17 درجة مأوية كذلك الحال في إربد الزرقاء الليلة 11 درجة في صوالح فقط 9 درجات غرب العاصمة 10 درجات شرق العاصمة 17 درجة مأوية منطقة مطار ملكة علياء الدولي أيضا أجواء مغبرة بشكل واضح مرج الحمام 11 درجة هذه الليلة في مادبة 8 درجات غدا مادبة 13 البحر الميت 27 في الكرك 17 درجة مأوية وبالعموم أجواء مغبرة وعاصفة في معان 6 درجات الرشادية 3 درجات مأوية الطفيلة 8 درجات لهذه الليلة غدا في الطفيلة 19 درجة في العقبة 24 درجة مأوية هذه الليلة رويشة 7 درجات الصفاوي 8 في الأزرق 7 درجات غدا الأزرق 21 درجة مأوية والجفر تلامس 22 درجة مأوية إذن نتوقع تغيير كل على الطقس إن شاء الله من فترة بعض ظهر يوم الغد ذروة الأمطار إن شاء الله متوقع أن تكون أمطار غزيرة يوم الجمعة تعود للاستقرار يوم السبع 13 درجة مأوية أشكر لكم طيب المتابعة العودة إلى لنا